المعارف الوحيد المعارف الوحيد هو عدد يتعطى منذ الولادة لكل المواطن عند التسجيل في الحالة مدنية يتكون من احداش الرقم ويقعد يتبع المسارم تقع المواطن هذا تيلة المناحياته ويبقى في قاعدة البيانات تقع المعارف الوحيد حتى 30 سنة بعد الوفاة اليوم من الوضعية في الهيئة العمومية بصفة عامة في تونس خاصة بالنسبة لمنظومات العالمية اللي كل قطاع وكل منظومة تعرف المواطن بطريقتها وزارة شون اجتماعية تعطيه رقم شون اجتماعية الداخلية تعطيه رقم بطاق تعريف التعليم العالي تعطيه رقم التربية تعطيه رقم القطاعات تخدم على مستوى داخلي امورها واضحة لكن وقت اللي تحب تتبادل المعطيات بينة بعضها هنا تصير لشكال خطر كل الخدمات اللي دارية هي بالاساس خدمات تاخد معلومات من بين الهيكل لونك من هنا جات الفكرة ما هيش بدعة تنسية موجودة في العالم الكل هي لإسناد معرف وحيد للمواطن تكون هي مرجعية وحدة لكل القطاعات ولهنه باشي سهل لنا التبادل ما بين المعلومات ما بين لهيكل ناخذ مثال اليوم من المعاشي اليومي تعال المواطن باشي ناجم ياخذ المنحة اجتماعية في شهرته اشي يلزموا يعملوا يلزموا في كل سبتمبر يجيب ما يثبت اللي ولده يقرأ ويلزم يجيب اشهات عمل ماليدارة يثبت اللي هو موظف ويلزم يجيب مضمون يثبت اللي هو عنده طفل ولا اكثر وممكن ينصره ورق اخرى هذا الكل باشي يثبت للسيناساس واللسينار بياس هال عمليات هذه بالرغم اللي المعلومات هذه الكل موجودة في نظم معلوماتية في الإدارة يقول قايلة علش المواطن يجيب في الوثائق هذه علش خاطر سيناساس تنجمش تحكي مع الزرط التربية وما تنجمش تحكي مع الداخلية وما تنجمش تحكي مع البلدية خاطر كل واحد عنده رقم خاص به للمواطن نونك بالمعرف الوحيد هالنظم هذه كلها تنجم تحكي مع بعضها وقت المواطن ما يحتاجش بجي يجيب هالوثائق هذه الكل نونك المبدأ متاع هالمرجعية هالرقم هذا هو باش الناس كل تحكي على نفس المواطن وتتبادل المعلومات كل يسر ما بنتبعها بنتبعها موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة